طيب أروح للجزئية الثانية وهي قائمة المنتخب الأولمبي قائمة المنتخب الأولمبي كابتن شوئي غريبي النهاردة أعلنها بالنسبة خلال هذه الفترة عنده أجندة فبالتالي هيستفيد بهذه الفترة ويلع مباراودية مع منتخب جنوب إفريقيا كابتن شوئي استدعى حوالي 30 لاعب يعتبرهم القوام الأساسي والرئيسي لمنتخبنا الأولمبي اللي بيستعد لدورة توكيو خلال الفترة اللي جاية قدامكم على الشاشة أسامي القائمة 30 لاعب أبرزهم طبعاً الست لعبين من النادي الآلي مصطفى شبير في حراسة المرمى أحمد رمضان بيكهم أكرم توفيق ناصر ماهر طاهر محمد طاهر صلاح محسن ست لعبين من أصل 30 لاعب يكونوا في قائمة المنتخب الأولمبي استعداداً لي يعني مباراة ودية أو مباراة ودية مع جنوب إفريقيا قبل القائمة النهائية اللي الكابتن شاوها يعلنها يوم 30 ستة استعداداً لدورة توكيو طب هيلعب مباراتين مباراة يوم 10 ستة والمباراة الثانية يوم 13 ستة المباراتين مع منتخب جنوب إفريقيا 10 ستة و13 ستة وده في الأجندة الدولية وزي ما أنتم شاوين في الأسامي حتى فيه مصطفى محمد وفيه لعبة محترفة طبعاً يستدعيها لأنه في الأجندة الدولية وفي النهاية يوم هيلعبوا مباراة ودية مع المنتخب الأولمبي اللي بيستعد لدورة توكيو فيه كلام على المنتخب الأولمبي والاستدعاءات والفترة اللي جاية يحصل إيه في شهر سبعة كل الكلام ده سابق الأوانو يمكن احنا هنا في الترند فتحنا الملف ده وقلنا نهاية إفريقيا معاه ده ممكن ما يناسبش دورة توكيو قلنا الكلام ده من حوالي أكتر من شهر شهر ونص لكن مش هتكلم في القصة دي والتفاصيل دي والمعلومات الجديدة في الموضوع ده إلا لما نعدي مباراة الترجي بإذن الله مش عايزين نتكلم على أي حاجة متعلقة بدورة توكيو ولا نهاية إفريقيا ولا الجمهور إلا لما نعدي محطة الترجي التونسي لنها مباراة صعبة نخلص ماتش الترجي ومع كده لكل حادث حديث خلال الفترة اللي جاية ونتمنى التوفيل الكابت ان شاء الله في المرحلة القادمة وبيستعد لدورة الأولمبيج اشتركوا في القناة